زيادة على الموت عصة قبر مثل قديم قد يعبر بدقة عن واقع اللاجئين السوريين أينما حلوا هرب السوريون من قصف النظام وبطشه ليجدوا أنفسهم في بلاد الشتات يواجهون معاناة جديدة تقرير جديد لمنظمة هيومين رايتس ووتش كشف عن المخاطر الحادة لتعرض الأطفال والنساء الحوامل من اللاجئين للرصاص الموجود في مخيم مافرفوني في جزيرة ليسبوس اليونانية ففي أيلول من العام الماضي شهدت السلطات اليونانية المخيمة الذي يؤوي نحو سبعة آلاف لاجئ في موقع استخدم منذ عام 1926 كميدان رماية عسكري ما يرجح احتواء تربته على نسب عالية من مادة الرصاص المنظمة حثت باستمرار الحكومة اليونانية على فحص موقع المخيم بعد نشر تقارير في أكتوبر عام 2020 مفادها إقامة الأخيرة المخيمة على موقع عسكري تشبعت التربة فيه بمادة الرصاص والعثور على قذائف وذخيرة غير متفجرة من جانبها اختبرت اليونان عينات من التربة ونشرت تقريرا صدر عن المعهد اليوناني للجيولوجيا واستكشاف المعادن أكد وجود الرصاص في التربة ولكن ليس في موقع المخيم وبهامش مقبول لوجوده فيها على حد زعمها تتجاهل الحكومة اليونانية أن مخيمات جزيرة ليسبوس ستؤوي البشر ولم تلقي بالا لخطورة الرصاص الذي يذهب ضحيته بحسب منظمة الصحة العالمية نحو مليوني وفات ويتسبب بفقدان 24 مليون شخص لأذنى معدلات الحياة الصحية هنا يأتي دور الغبار ليتلو على اللاجئين رواية الرصاص هذه وتكتمل فصول المعاناة بالنسبة للاجئين السوريين في هذه البقعة من الأرض